بسم الله الرحمن الرحيم شكرا أستاذ يعقوب على طرحك هذه البداية في هذه الحلقة بالفعل استشعرنا هذا التوجه أو هذا الشعور لدى الغالبية من جماهير العين وأنا تمنى زي أنا قلت أنا تمنى أن هذا الشعور لا يتحول إلى اللاعبين لأنه بالفعل في حالة من الارتياح المبالغ فيها صحيح خطوة الفوز على النصر وتخطي النصر فصلة التخطي الهلال هذا شيء إنجاز يحسب لفريق العين ويحسب لإدارة العين ولكن لازلت أنت لم تحقق الهدف. الهدف العين على آسيا وليس العين الفوز على الهلال والنصر العين على آسيا هي العودة باللقب الآسيوي المنتظر اللي غاب عنه فترة طويلة لذلك زين بنواف أنك أنت فتحت هذا المدخل في هذه الحلقة لأنه بالفعل علينا نحن مسؤولية كبرنامج وكنقات أن نوجه هذه الرسالة وحتى لا يأتي في يوم من الأيام لا سمح الله يقولون أنتوا بعتوا الوهم مثل ما يحصل في بعض الأوقات أنتوا يا العلاميين قلتوا 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 وبيعتونا الوهم لا نحن لم نبيعنا الوهم شاركنا في فرحة العين شاركنا لما قلنا العين فريق استثنائي ما كان بيع وهم لأننا كنا نشوف فريق يستحق الإشادة ويستحق المدح أنا ذاك الفريق أنا ما قلت هذا الموضوع عشان لا يقول لا لا أنا وياك لا تدخلني أنا أنا أتكلم عن نفسي أنا اليوم أقول وضع شفنا بس تنبيه هذا شيء جيد وأنا أتكلم عن عن نفسي كواحد من عضل الفريق في هذا البرنامج لذلك هذا شيء جيد وجيد أيضا أبو سعيد أن نطرح فكرة 2016 لأن الأجواء كانت مشابهة 2016 نهادي 2016 بنواف كلنا عشناها نحن كأعلام مقرو أنتو كأعلام مرئي عشنا هذه اللحظات عشنا كيف أن كانت المباراة في أستاذ هزاء أنها مجرد تحصيل حاصل بعد أن انتهت هناك 2-1 وكان المباراة في أستاذ هزاء وكيف انتهت بالتعادل وكيف دوغلاس ضيع البلنتي وكيف ضاع العلم في تلك المباراة فريق تشومبوك صحيح في المركز الـ 11 في الترتيب حتى الآن في الدوري الياباني لأنهم لاعبين متأخرين لاعبين 11 مباراة فقط يوكوهاما نحن نتكلم لا لا يوكوهاما في 2016 يوكوهاما في الدوري الياباني في المركز الـ 11 مارينوس في المركز الـ 11 لاعب 11 مباراة عنده 16 نقطة يعني لا يغرّك هذا الترتيب في جدول الترتيب الدوري الياباني لأن الدوري بادي لسه والمباريات لسه 11 مباراة فقط من 38 مباراة في الدوري الياباني عنده مؤجلة وعنده عنده مؤجلة وعنده 38 مباراة يلعبها في الدوري لذلك كل المعطيات تقول أن يجب أن نكون على يقين كامل أن المباراة لن تكون سهلة ويجب أن نزرع في اللاعبين أن المباراة ليست سهلة مثل ما زرعنا في اللاعبين أن مباراة النصر لن تكون سهلة مباراة النصر أن مباراة الهلال لم تكن سهلة وأن دخلنا في تحدي يجب أن ندخل في هذه المباراة أيضا تحدي اشتركوا في القناة